بسم الله الرحمن الرحيم وعجموا أن جاء منفر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهتين هموا واحدا إن هذا شيء عجبا وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء ميوار ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا خلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوتوا عذاب أم عندهم خزائم رحمة ربك العزيز والوهاب أم لهم ملك السلاوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جنود ما هنالك بهزر من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوحه نوحه وعاده وفرعون ذو الأوتراد وثمود وقوم نوحه وأصحاب الأيكة هللائك الأحزاب إن كلهم إلا كذبا سنف حقا عقاب وما ينظر لا أولا إلا صيحة واحدة ما لها من فولا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اسمع على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معهم سبحنا بالعشي والإشاراب والطير محشورة كل له أواب وشببنا ملكه وآتينا له الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصر إذ تسفروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصنا البغى بعضنا على بعض فاحكم إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصنا البغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء السراط إن هذا أخي له تسعون وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفرني يا وعزني في الخطاب قال ما قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى معاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة وقليلناهم وظهن داود أن ما فثنه فاستغفر فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باقنا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك كباركم ليتدبروا آياته وليتذكرون الألباب ووهبنا لداود سليمان لنعمل عبد إنه أمراب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياب فقال إني أحكبت حفب الخير عن ذكر ربي حتى أتوارت بالحجر ردوها علي فطفق مصحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على الكرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهناب فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بنائه وغواس وآخرين مقرعنين في الأصفاد هذا عقار لا ففن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أني مسني الشيطان واذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركك من جنك هذا مغتسل بارد وشعرام ووهبنا له أهله ونفلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب أخذ بيدك تغفا فاضرب به ولا تحمس إنا وجدنا صامر يعمل عبد إنه هو أبواب واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاب ويعقب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدمار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليساء وذلكث وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتكين لحسن مآب جنات عليهم مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما يتوعدون ليوم الحسن إن هذا لرزقنا ما له من نفذاب هذا وإن للضافين لشر مآب جهنم يصلوا ما فمئس البهاب هذا فليذوقه حبيب وغصاق وآخر من شكره أزواج هذا خفج مقتحم معكم لا مرحما بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحما بكم أنتم قدمتوه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا ما فزدوا عذابا ضعفا في النمار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أمسى وطعلهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصر أهل النمار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم علم معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للمنائكة إني خالق بشر من قيل فإذا سويته ولفخت فيه من روحي فقعوا لهم ساجدين فسجد المنائكة كلهم أجبعون إلا لا إبني ساستكبر وكان من الكافرين قال يا إبني سما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبني قال يا إبني سما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من مار وخلقته من قيل قال فاخرج منها فإنك رجلين وإن عليك لعمتي إلى يوم الدين قال رب فأنفرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجبعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجره وما ألم من المتكلفين إنه إلا فكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين قل ما أسألكم قل ما أسألكم اشتركوا في القناة